بسم الله الرحمن الرحيم اليوم شهر اخر شهر 2 2022 اليوم الجمعة وفي عندي شباب مهندسين وصفل انسبكترز من شركة ارامكوس سعودية اللي هم أسبوع حاليا بدرسوا كونكريت كونستركشن انسبكتر وقبل كذا أخذوا فيل تستين تكنيشن جريد ون اللي هو بحث الخرسانة الحين الدورات هذه حقت الـ ACI خصوصا المستواها راقي شوية او صعب تستخدم ملفات كبيرة مثل هذا الدورة اخذتنا خمسة ايام كل يوم ثلاث ساعات وما شاء الله الشباب ما قصروا حطوا مجهود مرعب في الموضوع الحين في عندنا اشكالية انه امريكا صعبت علينا عمل الامتحانات اللي كنا نعملها اول ونرسلها الامريكا وبسبب انه غيروا النظام واصبحوا بدهم اللي يعطوا اختبار يكون معتمد من امريكا ولازم يروح يقعد له سنة وشوية بينما ياخدوا له موافقات وياخد دورات وحاجة كذا فانا اول شي قررت انه يجب ان اختبر قدرة الشباب بعد ما اخذوا الدورة ولذلك عملت امتحانات امتحانات داخلية نسميها بالانجليزي انهاوس او امتحان داخلي اعطي للشباب باخر يوم بالدورة واشوف اذا نجحوا في الامتحان هذا اقدر انا اعطيهم خطاب او شي اقول انهم عندهم خبرة الدورة اللي اخدوها فحابب انا اعرف برضو من المهندسين رأيهم بالموضوع طبعا هم منزعجين وانا منزعج من الصعوبات اللي اجتنا خلال سنة 22 من الجمعية الامريكية للخرسانة الجمعية الامريكية للخرسانة عندهم قانون اعتمادات القانون انعمل من حوالي 20 سنة ولكنه تحدث سنة 2020 وبالتحديث هم قرروا انهم يبغوا يعملوا دخلهم بطريقة الانلاين وصاروا يعتمدوا اكثر على طبعا هو جمهورهم امريكي جمهورهم ما هو بالسعودية ولا جمهورهم بالعالم يعني الامريكان يمكن عندهم واحد في المية من اللي بياخدوا الدورات هذه على مستوى العالم و99 في المية في امريكا فعندهم ففي امريكا غيروا النظام غيروا الانظمة وصعبوها علينا وسحلوها على جامعات الامريكية فالشباب طبعا انا كنت اتمنى انهم يكونوا اخذوا اليوم امتحان الاسي الانترناشنال الامتحان موجود عندنا في السعودية ولكن ما عندنا موافقة من امريكا انه نعطيهم الاختبار لانه احدى شروط الاختبار انه اللي بيعطيهم الاختبار لازم يكون عنده خطاب اعتماد لهذا النوع من الاختبار يعني الجمعية الامريكية تعطي موافقة لتقديم الامتحان المحدد يعني هذا الكونكريت موافقة عليه موافقة 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 موافق عليه وللأسف انا كنت اول عندي موافقة لجميع الامتحانات ولكن مع التعديلات اللي حصلت في 2021 طلع قرار من امريكا انه الشخص اللي زي انا اللي طول عمره مع اي سي اي لازم يقرر هو يكون مدرس او ممتحن ما يبغو اكون مدرس وممتحن بنفس اليوم فانا طبعا بعرف انه غيري ممكن يمتحن طبعا ما كنت عارف انه عيصير في التعقيد اللي حصل بس انا كنت متأكد انه غيري يقدر يمتحن مش صعب الامتحان فانا قررت اني اركز على التدريس وحاليا انا قررت اني اعمل ياخدوا الدورة ويستفيدوا اوكي وانا ممكن باعطائه لهم الامتحان ممكن انا بكون اعطيتهم ثقة انهم ممكن ينجحوا هادي واحد ثانيا الادارة حقهم ممكن كمان تشعر انه الرجال الشاب اللي ارسلناه يدرس اكشول لدرس لانه الممتحن حقه حتى لو نكون بالسعودية بقول انه جاز للامتحان فما بعرف ايش رأيكم شباب يعني انا حكيت كتير ايش رأيكم في الموضوع غير عن انزعاجكم انه ما نقدر اعطيكم اليوم الاختبار ايش رأيك في الموضوع هذا يعني انت بعد بعد الكورس حتى تكون يعني فريش المعلومات حقتك بس طبعا حسب المعلومات اللي اعطيتنا انه غير ممكن لازم يكون فيه طرف ثاني هو اللي يختبر في وقت ثاني هما بيحددوه باتفاضة نعم بس يعني يكون الافضل يكون فيه مثلا داخل الكورس يكون فيه كوزز اثناء الكورس حتى تعطيك صورة عن الاختبارات كيف حتكون موجودة يعني كيف تكون موجود الاختبارات يعني يكون عندك كوزز كل بعد يومين مثلا يكون عندك كوز حتى أنا أكون عارف الاسئلة اللي بتجيني صيغة الاسئلة مثلا كيف طريقة السؤال وكيف هذا شكرا الدكتور يعطيك العافية هو الملف الملف حاليا فيه اسئلة يعني حتى الملف فيه اسئلة معلومات لا فيه اسئلة فيه اول صفحة اول الملف والدورات الثانية مثل كل شابتر فيه اسئلته الحين فيه فرق بين الخفيفة والدورات الدورة الكبيرة هذه ممكن يجيها واحد خبير يعني هو اصلا عنده الخبر يعني انت ممكن تنجح من الخبر حقك بس انا باخد رأيك عن الموضوع ما في مشكلة ايش رأيك تعطينا ايا رأيك الموضوع كيف استفدت من الموضوع الدورة بسم الله رحمة رحمة صراحة الدورة كانت كويسة والدكتور وما قصر معانا شرح لنا شرح وافي على الكورس صحي عاب عليه انه ما في شكزام بس ما هي مشكلة احنا الحمد الله استفدنا وانشاء الله هذي حي ترتد على الاختبار انشاء الله نعديه بخير وسلام والف شكر للجميع فالنظام اللي بنعمله حاليا هو الكات التالي عشان الشباب حتى مهندسين ارام كل يقوموا ياخدوا الدورات المستوى ارقى كمان انه انا باخد بعض الدورة وبعطيك اختبار بعدين بننتظر على بين ما يصح يصير فيه انتحان لمعهد الامريكي ممكن بعد شهر شهرين ثلاث ما قدر اعرف ولما بيصير فيه امتحان نعرف انه يوم الفلاني فيه امتحان يقدروا الشباب يجوا قبل بيوم اعمل لهم اعادة جدولة وهذا بالنسبة لفحص الخرسانة عندي هالحين مجموعة كبيرة حوالي ثلاثين عبرين واحد بنتظروا الامتحان ومش قادر نعطيهم الاكتبار لما بكون عندي دورة ويكون عندي مراجعة في الدورة وبعت لهم ميسجز اقول لهم اللي يبغى يجي يجي عشان يرجع ذكرياتهم وعادين بيجوا عندي هنا على المكتب وبيحضروا مع مجموعة موجودة فهذا الحين نوع من الاعلان عن تغيرات في طريقة دورات المعهد الخاصة عن الامريكي في السعودية وشكرا اعتقد انه نحن لنا اشتركوا في القناة